سؤال آخر يقول السائل تقوم بعض الجمعيات الأهلية بعمل أضاحي وتقول للمشتري لك من الأضحية كذا كيلو والباقي تقوم الجمعية بتوزيره على الفقراء بمعرفته فهل عمل الجميعا هذا النحو صحيح لأني أسأل إذا قبل شخص هذا الشرط ما مدى صحة المبدأ يعني أقول له إنه وإن كان الأصل أن يشهد المضحي أضحيته فلا حرج في توكيد مسلم في ذبح أضحيته في غير بلده لا سيما في واقعنا المعاصر حيث الحاجة ماسة إلى إغاثة المنكوبين من المسلمين عبر العالم بمثل هذه الأضاحي في بلاد قد يكون تناول وجبة من اللحم فيها حلما من الأحلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة يثبح له بمجة ففي الصحيحين عن أم المؤمين عائش رجل الله عنها قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيدي ثم بعث بها مع أبي لو أبو بر رضي الله عنه فبعث بها من المدينة إلى مجة وقد صلى أحد أهل العلم القدامى يقول سؤال جرت عادة أهل بلد على توكيل من يشتي لهم النعم في مجة العقيقة أو الاضحية ويذبحه في مجة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد آخر فهل يصح ذلك أو لا؟ الجواب نعم يصح ذلك ويجد التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو في بلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوا لكن يبقى في هذا الترتيب الإداري الذي أشرت إليه يبقى منه في النفس شيء من مبدأ المشارطة لكن قد يبدو أن هذا هو الممكن والمتاح في ظل أعداد كبيرة من الأضاحي ومن المضحين يعصر أن نرتب لكل واحد منهم أجندة خاصة بصدقاته وما يطعمه من نقول له إمثل أنت عايز التلت ماشي أنت عايز الربع أنت عايز الخمس أنت عايز خمسة كيلو ثلاثة كيلو صعبة أنت عندك مئات الناس عايز تحط استندر وقاعدة واحدة عشان يبقى ممكن تطبيق هذا الكلام لكن ربما وضعوا لذلك فئات أو مجموعات تستوعب الشرائح متنوحة كأن يقال مثلا كأن يقال مثلا من أراد أن يتصدق بالثلث فليدخل في هذه المجموعة بالربع له هذه المجموعة بالنصف له هذه المجموعة يعطي مجموعة خيارات لا تضع المضحي في نفق واحد أو في طريق واحد لعل هذا يقترب بنا أكثر من كامل المشروعية حتى لا نلزم الناس بما لم يلزمهم بسم الله ورسوله ترجمة نانسي قنقر